مرحبا كيف حالكم اتمنى ان تكونوا بخير وصفتنا لليوم وصفة رائعة لتخصيص البطن ستعمل على تخليصنا من دهون البطن بسرعة كبيرة خلال مدة قصيرة ستتخلصون من البطن وستحصلون على خزر نحيف وعلى بطن مسطح بدون دهون لعمل الوصفة سنحتاج الكمون الكمون رائع جدا للتخلص من البطن بسرعة كبيرة سنحتاج الكمون مطحون الكمون يستعمل في الطبخ وخصوصا يستعمل لتتبيل المشويات سنحتاج الكمون مطحون هذه هي الحبوب في حال شئتم شراءه وطحنه في البيت اذا في كوب ساضع مقدار ملعقة كبيرة من الكمون المطحون دعم ساضيف القرفة القرفة تهزز عملية حرق الدهون المتراكمة في الجسم خاصة في منطقة البطن كما انها تخلصنا وتخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم سنضيف فقط يعني القليل جدا رشة قرفة سنضيف ايضا الزنجبيل يعمل على تقليص محيط الخصر يقلل الشهية ويقلل من امتصاص الدهون في الطعام سنضيف ايضا كمية قليلة جدا يعني رشة فقط من الزنجبيل المطحون نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نضيف الماء الساخن للكل نترك هذه المكونات منقوعة لمدة خمس دقائق مع تغطيتها بعد مرور خمس دقائق نصفي للحصول على محلول ثم نضيف لهذا المشروب ملعقة من عصير الليمون الحامض الليمون الحامض رائع جدا لحرق الدهون ولتخلص من دهون البطن سنضيف ملعقة كبيرة ثم نخلط الكل جيدا بعد تحضير هذا المشروب نقوم بشربه على الريقة يعني صباحا قبل تناول وجبة الافطار بربع ساعة نداوم على ذلك يوميا حتى نتخلص من دهون البطن هذا المشروب سيعمل على حرق الدهون وعلى تدويب الدهون البطن المتراكمة في منطقة البطن خلال وقت قصير جدا تتخلصون من عدة مشاكل اهمها طبعا دهون البطن كما انه سيحسن يعني عملية الهضم ويخلصكم من مشاكل الجهاز الهضمي داوموا عليه وخلال فترة قصيرة كما ذكرت خلال الثلاثة ايام الاولى ستلاحظون الفرق بانفسكم استمروا عليها لمدة سبعة ايام وستحصلون على بطن مسطحة وعلى قوام رشيء الوصفة الثانية هي ايضا للتخلص من دهون البطن العنيدة سنستعمل فيها النعنع رائع جدا يزيد معدل حق الدهون في الجسم كما يخفض الشعور والرغبة في تناول الطعام يعمل على اعطاء الشعور بالشبع سنتخلص من البطن بسرعة بفضل النعنع سنحتاج لكوب سأضع فيه فريقات من النعنع سأضع مقدار ست وريقات من النعنع سأضيف مقدار ملعقة كبيرة من الكمون المطحون وشريحة من الليمون الحامض ثم نضيف الماء الساخن نخلط الكل جيدا نترك المكونات مقوعة لمدة خمس دقائق مع ضرورة تغذيتها نقوم بتصفية المكونات للحصول على مشروب حارق للدهون وللرفع من قوة هذا المشروب الحارق للدهون يمكننا إضافة قطرات من الليمون الحامض كما يمكنكم لتصحيح مضاقه إضافة ملعقة عسل العسل رائع شدا مع أنه مادة سكرية إلا أنه يعمل على تغفيد الوزن وحارق الدهون المتراكمة في منطقة البطن إليكم طريقة تناول هذا المشروب هذا المشروب يشرب مرتان خلال اليوم مرة صباحا قبل تناول وجبة البطار بربع ساعة والمرة الثانية ستكون مساء قبل الخلود للنوم هذا المشروب سيساعدكم كثيرا في التخلص من الوزن بسرعة سيعمل على منع تخزين الدهون في الجسم كما سيسرع من قدرة الجسم على حرق الدهون خلاسية ما الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما أنه سيرفع معذل عملية الأيضر في الجسم سيحسن الهضم ويحرق الصغرات الحرارية الزائدة في الجسم استمروا عليه لمدة سبعة أيام يعني في حال كانت بطنكم صغيرة نوعا ما أما إذا كانت البطن كبيرة جدا فالأمر يتطلب بعد الوقت يمكنكم أن تستمروا عليه لمدة خمسة عشر يوما حتى تتخلصوا نهائيا من الدهون المتراكمة في منطقة البطن شكرا على المشاهدة وعلى انضماركم لقناة مفتاح الحياة إن كان لديكم أي استفسار أترك تعليق ولا تنسوا ذكر اسم البلد الذي تجاهدون من خلاله هذا الفيديو وأضرب لكم وعد في وصفة قادمة ومجربة